نروح لشوف اللقاءات ما بعد المباراة فوز الأهلي بثنائي على فيوتر 2-0 وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل معايا اتنين من المواهب في فريق 2005 يوسف سيد عبد الحفيظ ويوسف عفيفي والله الحمد لله طبعا بحمد ربنا بشكر فرله على الفوز لكن الأداء مش عاجبني خالص يعني أنا مكسب أنا مش مبسوط ليه؟ مش شوتي الأولان احنا مسيطرين ومستحوذين وجبنا جنين بدري دي نعمة من عند ربنا ابتدى اللعيبة يعني فرعونا طبعا يعني كنا ممكن نجيب 3-4 شوتي الأولاني فرقة فيوتشار جابوا جون دخلوا جو المباراة فطبعا المشاط دي بتبقى الجو مكهرب ليه؟ ليه؟ كنا ممكن نجيب 3-4 مسيطرين على الجيم كويس قوي لكن اتنين واحد دي نتيجة غير مطمئنة ممكن تحايا بضرب الجزائة ممكن جون يجي باي لك كده يعني تبقى النتيجة في الآخر التوتل اتعادل اتنين اتنين بالرغم ان احنا مسيطرين اللي مش هيشوف الأداء ومش هيشوف الماتش هقول لك عمل ايه؟ النتيجة كان اتنين اتنين فيوتشار يتعادل طبعا فيوتشار نادي كبير طبعا بس يقوله فيوتشار يتعادل مع النادي الآخر في النادي الآخر فهو ده اللي مدايقني ان في بعض اللعيبة في رعونة ابتدوا يستغطروا ابتدنا ننقل كوار استحواز سلبي مش استحواز إيجابي بالرغم ان احنا كنا كذبانين اتنين كان المفروض النتيجة تبقى عالة من كده بس الحمد لله يا رب العالمين هنبتلين ان شاء الله بإذن الله من اول بكرة ان شاء الله التمرين عادي عشان ماتش السراميكا ومن الخميس ان شاء الله بإذن الله والاستعدادات بتاعتنا عادية زي ايه ماتش عادي سواء كان سراميكا او ام بي هي كلها بتلت نقاط يعني احنا كسبنا الزمالك في النادي الاهلي هنا الاسبوع اللي فات بتلت نقاط برغبة ان كان ديربي بين الاهل وزمالك لكن هي في الاخر بثلت نقاط فهو ده الدوري اهم حاجة عندي الثلت نقاط فالاستعدادات ان شاء الله بإذنها تبتلي من بكرة المباراة كانت صعبة واحنا كنا نازل نحقق الفوز عشان نحافظ على اللقب اللي حققنا السنة اللي فاتت احنا اتعدلنا اول ماتش اخسرنا اول ماتش وتعدلنا تاني ماتش وفي الاخر رجعنا من المكسف تاني ان شاء الله نحقق اللقب السنة دي احنا الحمد لله مناخد كل مباراة بمباراة والجهز معنا بشكل وكيس وان شاء الله نقدم الافضل ان شاء الله